التوجه في القونغرس الأمريكي ونحن مرة أخرى نتحدث عن مجلس النواب ولكننا أيضا نأخذ ملمحا عن هذا البديل من بعض التصريحات لأعضاء كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي القرار أو البديل عن هذا القرار هو وجود صيغة تكون شاملة مائعة مرنة ومحددة بمعنى آخر لا تنطبق على العراق فقط ولا تنطبق على العراق بالتحديد وإنما يجب أن يكون للرئيس الأمريكي صلاحية ومرونة للرد والقيام بعمليات عسكرية ضد مثلا جماعات إرهابية في أي منطقة أخرى من العالم كما ذكرت قبل قليل الولايات المتحدة استخدمت هذا القرار القائم الآن في ضرب القاعدة في اليمن كما ذكرت أنت قبل لحظات الولايات المتحدة استخدمت هذا القانون أيضا أو التجريع في اغتيال أو قتل سليماني في العراق إذن دون ذكر للعراق ودون ذكر لحرب بصورة واسعة سيكون البديل على شكل تخويل واسع مرن لا يحدد العراق أو أي دولة ولكنه في الوقت نفسي يكون ضيق بحيث لا يكون شاملا كما هو الأمر الآن في العراق وأفغانستان سوف يقول البديل أن من حق الرئيس الأمريكي أو الكونغرس الأمريكي يخول الرئيس الأمريكي في حالة تهديد يهدد الأمن القومي الأمريكي استخدام القوة العسكرية لمواجهة هذه التهديدات بأي صورة من الصور في أي مكان